مع فجر الأحد دخلت الحرب الإسرائيلية الفلسطينية في غزة شهرها العاشر مخلفة مزيداً من القتلى والجرح بين الفلسطينيين وسط ترقب لجهود وساطة ومفاوضات تجري بين الساسة على أمل إنهاء المأساة الإنسانية في القطاع المنكوب في بداية الشهر الجديد للحرب أعلن الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية وسط قطاع غزة وأشار إلى أن قواته هاجمت ما قال إنها أهداف عسكرية هناك الهجوم الجديد جاء بعد ساعات من اختار الجيش الإسرائيلي للسكان بمدينة غزة شمالية القطاع لمغادرة أماكنهم وتحديداً في مناطق التفاح والبلد القديمة والدرج فيما يبدو أنه تمهيد لهجمات عنيفة بدأتها تل أبيب فعلاً مع ساعات صباح الاثنين في مناطق مختلفة من غزة وسائل إعلام ذكرت أن الضربات الإسرائيلية طالت مناطق جنوبية مدينة غزة وشرقها ما أسفر عن مقتل وإصابة 15 شخصاً على الأقل تزامناً مع حركة نزوح كبيرة للسكان هناك وكانت تقارير الصحفية قد تحدثت عن مقتل ما يزيد على 54 فلسطينياً وفقدان العشرات جراء هجمات إسرائيلية يوم الأحد في وقت تتواصل المعارك العنيفة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في مناطق عدة بما فيها رفح جنوبي القطاع من جهته قال الجيش الإسرائيلي إن معارك في شمال قطاع غزة أسفرت عن إصابة ضابط في الكتيبة 82 فيما تتحدث الفصائل الفلسطينية عن وقوع خسائر كبيرة بصفوف القوات الإسرائيلية خلال الاشتباكات اشتركوا في القناة